شخصية سياسية شهيرة تجري سياسة في دمائها منذ مطلع القرن العشرين حيث كان الجد نيروس غالي رئيس وزراء مصر في بدايات القرن العشرين إنه السياسي القدير دكتور بطرس غالي أول وأمين عام للأمم المتحدة من أصول مصرية عربية سياسي من الطراز الأول ومن أسرة قرطية ذائعة السيطة كان جده بطرس نيروس غالي رئيساً لوزراء مصر في أوائل القرن العشرين إنه الدكتور بطرس غالي أول مصري وعربي يشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة أولد بطرس غالي في الرابع عشر من نوفمبر من عام 1922 وأنهى دراسته الجامعية بجامعة فؤاد الأول في عام 1946 وحصل بعدها على الدكتورة في القانون الدولي من جامعة الصربون في عام 1949 ليعمل بعد ذلك في تدريس القانون الدولي والعلاقات الدولية في جامعة القاهرة وقامعة أخرى في أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتعد صحبته للرئيس السادات في رحلته الشهيرة إلى القدس كوزير للخارجية من أشهر مواقفه السياسية وفي عام 1991 أصبح بطرس غالي رئيساً للوزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك وخلال توليه منصب الأمين العام للأمم المتحدة من يناير من عام 1992 وحتى ديسمبر من عام 1996 دعم غالي بشدة دور المنظمة الدولية في الوساطة في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وشهدت ولايته عمليات صعبة وطويلة الأمد لحفظ السلام في البوسنة والهرسك والصومال وارواندا كما عرف عن غالي تبنيه قضية مكافحة المجاعة في الصومال ونظم أول حملات إغاثة دولية كبرى في منطقة القرن الأفريقي لكن استياء الولايات المتحدة من نهج غالي المستقل حال في النهاية دون نجاحه في تولي أمانة الأمم المتحدة لولاية ثانية في عام 1996 بعد استخدامها لحق الفيتو للحيال دون تجديد أمانته للمنظمة الدولية ترأس غالي منظمة الفرانكوفونية الدولية بعد عدته من الأمم المتحدة ثم شغل في الفترة من 2003 إلى 2006 رئاسة مجلس مركز الجنوب وهو منظمة حكومية دولية للبحوث للدول النامية ومقرها جينيف كما رأس بطرس غالي المجلس الأعلى لحقوق الإنسان في مصر واستقال من رئاساته في فبراير من عام 2011 كما أسس بطرس غالي مجلس السياسة الدولية الفصلية التي تصدر عن صحيفة الأهرام وله عدة كتب ومؤلفات بالعربية والفرنسية وتوفي بطرس غالي في السادس عشر من فبراير من عام 2016 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة